أدهم دايماً متشائم معقولة شأمه يكون في محله؟ مبارك غنيت منيح يعني مش مية بالمية من اللي عندي بس يعني أحسن من المراحل اللي كانت تأول اليوم ما صحيت أنه أتوقع أنه مثلاً إذا أنا ناجحة أو لا بستنى أسمع الياس من وعل عشان أعرف أني أنا ممكن أكون إشي بعلق من فان أنا الربيع أنا الخريق أكيد هلأ لكل عصابه وكلنا متوترين لأنه كل واحد تعب لحي تتوصل ما هون وضيع أشياء كتير عشان يكون هون أنا خسرت دراستي وتركت الباند وتعرت مع أصحابي أهلي بدهم يعني أوصلت مش لازم أخيروا بهم أملهم فممنوع أخسر اليوم لازم فوز إذا اليوم رح أسمع ياس وراح أوصل لللايف رح أثبت لوائل وللحكام كلهم وللعالم كله أنا مين أدهم يا أدهم أنت سمعت حالك فانايت أخر شي بالنسبة لللي سمعته أنا بأول مرحلة بالتاني مرحلة وبالتالي مرحلة وعلى الأساس رح أقيم وما بكتزعل مني أنا من الأشخاص اللي أول ما سمعتك حبيت صوتك وحبيت قديقك كنت مصر أنه تتعدم لأنه بالفعل عندك قامي حلوي وعندك صوت حلو شخصيتك بكشغل شوي على شخصيتك غنيت منيح بالنسبة للي كنت مراهن عليك أنه أنت رح تربحني رأتقد وصفت لك المتابع أنت رح تكون معايا أنت رح تكون معايا مبروك يلا برابو برابو للي حالك هلا معايا أدهم كذلك وضمن مكانه في النهائية وده شعمه ما كانش في محله مبروك الله يباك إيه حسبي 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 حلم إن شاء الله رح طلع اللي اللي ما طلعته المواح موسيقى